دخلت أصوات العراقيين في صناديق الاقتراع لأكثر من مناسبة انتخابية فيما بعد 2003 فاختاروا أو سيروا نحو اختيار شخصيات بعضها نافذ والآخر متحزب وآخر في آخر برلمان من المستقلين لكن رغبة الشارع كان لها صوت آخر وثقه المؤشر العربي في أضخم استطلاع له لمسارة السياسات العربية وأمال شعوبها لحصيلة 2022 أكدت شريحة الاستطلاع أن وجود نظام سياسي تتنفس فيه أحزاب غير دينية فقط ونظام غير ملائم بنسبة 77% ولا غرابة أن يكون طيف الأعم في الشارع العراقي رافضا لمبدأ صناعة سلطة تشريعية من مكونات حزبية غير دينية وفقا للاستطلاع الذي رفع الغطاء عن تجربة عانى منها العراقيون وأبعدت عنهم جوهر الديمقراطية والحزبية بمفهومها النقي في دول أخرى وبذات الوقت رفض الطيف الأعم من شريحة الاستطلاع مبدأ صناعة سلطة تشريعية من مكونات حزبية إسلامية فقط إذ شابهت النسبة 77% بالرفض لنهج الأحزاب بما يعني أن الوعي السياسي لدى نصف المجتمع العراقي المجيب على شريحة الاستطلاع ذهب إلى مبدأ نسيج حزبي متنوع بين إسلامي وغير إسلامي ليتفق مع فكرة نظام سياسي ديمقراطي لكن الإشكالية الحاصلة في الساحة العراقية منذ ما بعد 2003 وحتى اليوم تتمثل في خبرة عميقة تجرعها الشارع العراقي مع أكثر من 30 حزبا سياسيا تنوع بين إسلامي وغير ديني ومستقل طغط عليها الأحزاب الإسلامية لكنها ألقت بظلالها على واقع سياسي رفضه الشارع العراقي بعد تجربة فائضة بالإخفاق الذي قالوا إنه لم يأتي بنتيجة مرضية لخدمة العراق السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي بل إن أكثر من 40% من شريحة الاستطلاع ممن يملكون وعيا سياسيا لمعادلة ما تصنع حكومات بلادهم أكدوا أن تجربة طبيعة الأحزاب السياسية العراقية دعمت بعضها ترسيخ نهج الفساد والنفوذ والولاءات الخارجية وبطريقة أشد تخريبا لمفهوم الحزب السياسي أضاع بعضها سيادة الدولة وأبدلها بلا دولة يعيشها العراقيون حتى اليوم العراق بحسب المؤشر العربي لم يترجم إلى رفض النظام الديمقراطي بل على العكس إذ أيد 75% منهم وجود نظام ديمقراطي بمعناه الحقيقي المطبق على الأرض بعيدا عن إن يكون نظاما شكليا أو كما اتفق عليه العراقيون وهنا اتفقت شريحة الاستطلاع على أن مقياس مستوى الديمقراطية العام الماضي لم يتجاوز 4.9% إلى جانب ما نسبته 6.6 من مؤشر 1 إلى 10 حول عدم القدرة على انتقاد الحكومة وقد كان العراق الأعلى بين الدول العربية بهذا الشأن